تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب عودة إلى استوديو الأخبار هنا بقناتي النهار وعودة إلى أضيفي الكريم نجيب بيطام المحمي أهلا بكامرة ثانية سيدك كما تابعت الآن بعض التفاصيل للأستاذ بورايو والذي صرح أن ربما سؤال ربما الذي يطرح نفسه أنه عبد المؤمن خليفة هو في راحة أو أريحية تامة وربما هو الآن يتلاعب بالأسئلة والأشوبة أيضا طبعا سيدي كل متهم يمثل أمام القضاء يكون قد سبق له وأن أعد خطة للدفاع عن نفسه لضرأ التهم المنسوبة إليها ويبدو على هذا المتهم يبدو عليه أنه ينتهج خطة معينة يركز فيها كثيرا على الجانب النفسي البسيكولوجي فأول ملاحظة عندما دخل إلى قاعة الجلسات في اليوم الأول دخل مبتسما وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه في راحة نفسية على مستوى عالي لحد الآن أنا كنت سميته قبل جلسة المحاكمة كنت قد سميته بالعلبة السوداء في هذا الملف لماذا؟ لا يخفى على أحد أن هذا المتهم الرئيس لم يسمع لا من طرف الضبطية القضائية ولا من طرف السيد قضي التحقيق وبالتالي فهو أول مرة يسمع أول مرة يحقق معه في جلسة المحاكمة والتي تعتبر بمثابة التحقيق القضائي النهائي لذلك هو في أريحية تما لا أحد يعرف مكنونته على عكس من ذلك هو يعرف محتوى الملف لأنه عام منذ استحضاره إلى الجزائر وتمكن بالتواصل مع دفاعه الذين أحضروا له الملف واتطلع على كافة حيثيات الملف فهو يملك نقاط إضافية نقاط في الرصيد على بقية أطراف هذه القضية نيابة وأطراف مدنية وبالتالي فنقدر نقول أنه هو الذي يسيطر على زمام المجريات استجوابه وربما هي شبيهة بلعبة الشطرانت سيدي لا توافقني في الرأي بالتأكيد وهو الآن اليوم ربما اجتازهم بخطوة أو خطوتين اجتازهم بعدة خطوات ولحد الساعة تلاحظ أنه ينكر وينفي وربما لم يتوصل إلى انتزاع اعتراف منه بشأن أي عنصر أو واقعة في هذا الملف مما يجعله دائما في أريحيتين ولحظتم من تعليق عميدنا وأستاذنا بورايو أنه وصل الحد إلى منوشات وهذا بطبيعة الحال بطبيعة الحال فمثالها المتهمين كل متهم يملك ملكية عقارية محددة الأرسام والحدود فإن حاولت أن تتجاوز حدودك لتدخل ملكية المتهم الآخر سينطفي ضدك وهذا داخل في استراتيجية وخطة محامية الدفاع لذلك زميننا الآخر فار في وجه الأستاذ بوراوي وطلب منه أن لا يتجاوز أرسام وعدم الاقتراب من موكله هذا داخل في إطار الخطة المرسومة من قبل المتهم ودفاعه ولعل الأيام القادمة الجلسات المقبلة قد تؤدي إلى اكتشاف أشياء جديدة وقد لا تؤدي إلى اكتشاف إذا ما ثابت هذا المتهم على مواقفه وأكد لك فقط أنه يبدو أنه يسيطر على مجرايات الاستجواء وهو كذلك استهضار بأسئلة القاضي وأسئلة المحامون أيضا ربما اليوم عبد الموم من خليفة يلعب أوراقه من أجل إثبات ربما براءته أكيد لا أحد يعرف مكنونات العلبة التي يحملها ما في رأسه ما خطط له لماذا لماذا لا توجد في الملف محاضر سماعه عندما تكون عكس ملف طريق السيار المتهم الرئيس سمع من قبل الضرطية وسمع من طرف السيد قضي التحقيق وبالتالي النيابة العامة والأطراف المدنية التي تقف إلى جانب النيابة العامة قد هيأت نفسها لتثبيت التهم في حقه أما عبد الموم من خليفة لم يسمع من قبل سيصعب من مهمة المحكمة وسيصعب من مهمة النيابة العامة كما سيصعب من مهمة دفاع الأطراف المدنية حتى هي ثغرة ربما يستغلها عبد المؤمن غاليفة من أجل ربما خدمتها أيضا بالتأكيد هو هنا ليحقق مصلحته وليسعى بكل ثقة له وثقة دفاعه لضرأ كل التهم كل التهم وتراحض حتى من الإجابات التي يقدمها في بعض من الإجابات ليست قانونية ولا تعكس حقيقة الوقائع المنسبة إليه يتهرب يعطي إجابات كما تفضلت فيها نوع من ربما من الاستهتار ضحك أيضا ضحك ويلعب على الحالة النفسية وكأنك في مقابلة كرة قدم فالعامل النفسي يلعب دور كبير في مجرايات المقابرة فنفس الشيء في هذه إجراءات المحاكمة العامل النفسي يلعب دور كبير لحد الآن يبدو أنه يسيطر وأنه في مركز ريح ممتاز لحد الآن قد يسقط كذلك الملاكمة الذي يثبت لعدة جوالات وقد يسقط في الجوالات الأخيرة نتيجة الإرهاق أو التعب أو التناقض الذي قد يقع فيه لسيما أن الأطراف المدنية عديدة والشهود لم يفيدوا بإدلاءاتهم بعد فقد يأتي دور الشهود وقد يكشفون عنه المسطور الذي يحاول أن يخفيه والعكس ويمكن أن يوفق وينجح في السيطرة على الوضع كما بدأه ربما مثل ما قال الأستاذ بورايو قال أنه لم يدخل عنصر السياسة أيضا في الاستجواب ربما هذا ما يدفع الخليفة لإدلاء بعض الأسماء أو الإطحة ببعض الأسماء الثقيلة شوف هذا المتهم هو ذهبي وذكي جدا ذكي جدا وإلا لما كان على رأس هذه المؤسسة التي سميت بالإمبراطوريا ليس أي شخص يمكن أن يكون مكانه هو ذكي جدا وبالتالي سيوظف كل ما يملك من دفوع وأوجه دفاع في الوقت المناسب في الوقت المناسب ويبدو أن الوقت لم يحن بعد وإن كان قد لمسنا في بعض المسائل المتعلقة بالصرف والعمول التي كان يحملها وهو مغادر لأرض الوطن أنه ما قدمش إجابة وافية والمحكمة تسجل عليه هذه النقطة ويبقى سؤال مطروح كيف سوف يقاذى أو كيف سيحكم عليه أي شيء من أجل إطاحة به في الشباك إذن ربما قضية الخليفة تبقى مطروحة نعود ربما لو نتحدث عن قضية طريق السيار شرق غرب هل تعتبر أن هذه القضية ومحاكمة المتهمين كانت تعادلة؟ شوف دعني أحرر لك حقيقة وكنت قلتها من هذا المينبر في أول جلسة لا أحد يطعن أو يشكك في الجو الأريحي الذي سار به من طريق السيار الصحافة كانت حاضرة أهل أهالي كانوا حاضرين أهالي المتهمين الأسلك الدبلوماسية ممثلها كانوا حاضرين لا أحد شكك في سلامة أريحية مجرية القضية فيما يتعلق بالحوادث على خلاف ملف الخليفة لم نسجل حوادث ملفتة للانتباه فيما عدا بعض الإشكالات البسيطة التي تجاوزتها المحكمة سريعة الإجراءات المحاكمة نعم كانت منصفة وكانت تعادلة بدليل تمكين أنه في وقت وصلنا في وقت وين المتهم الرئيس هو الذي يسير إجراءات مجريات الاستجواب فكان الرئيس يحاول أن يسأل في إسانة ويقول له دعني أتكلم ويقول الرئيس أنا الرئيس أنا الذي أسل فيقول له لا دعني أتكلم أنا لم يسمح للكلام عن كذا الآن دعني أتكلم فينتثل الرئيس ويتركه يتكلم يعني أعطيت الحرية الكاملة حتى أنه المتهم الرئيس في آخر كلمة له لما طلبه رئيس قول كلمته الأخيرة قال لم أكن أظن في يوم ما أنني سأحاكم عدلا في هذه الجلسة ولو ظننت أن مجريات المحاكمة ستكون هكذا ما لجأت إلى محامين أجنب طيب سؤال أخير فقط ربما إصدار حكم في حق الشركات الأجنبية وغرامات مالية يثبت شيء القراءة الأولية صحة ما ورد في محاضر الضبطية القضائية التي أشير لها بالاتهام أنها افتعلت هذه القضية فاليوم بصدور هذا الحكم الذي يدين هذه الشركات الأجنبية دون استثناء يثبت تورط العنصر الأجنبي في المساس بالمال العام الوطني يثبت تورط المتهمين الأجانب وهم شركات أجنبية ذات سمعة عالمية في قضايا الفساد في ملف طريق السيار الحكم بالإدانة يثبت تورطهم بطبيعة الحال قد يتساء المواطن البسيط لماذا هي غرامات مالية وليست كذا هي أشخاص معنوية شركات لا يمكن أن تصوروا ونهزوا شركات لوحوها في الحبس لذلك نحن ما يهمنا كجزائريين هو مبدأ الإدانة أن هذه المؤسسات لم تستفيد من البراءة مما يدل قطعا وجزما أنها تورطت في ملفات الفساد وهذا يطرح نقطة استفهام أن المؤسسات هذه ما زال تخدم اليوم في الجزائر هل ستستمر على هذا المنوال أم ستتخذ ضدها إجراءات على ضوء هذا الحكم القضائي الأستاذ نجيم بطام شكرا جزيلا لك في هذا التدخل بخصوص القضيتين طريق سيارة شرق غرب وقضيات الخليفة شكرا جزيلا لك عفوا سيدي هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم شكرا جزيلا لك